وزارة الصحة تكشف ثلاث حالات ويميكرون وتؤكد عزلهم واتخاذ الإجراءات مع المخالطين تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة شريف ياسين قالت وزارة الصحة والسكان أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بمنافس دخول البلاد بكافة المطارات والمواني لمواجهة واكتشاف فيروس كورونا والمتحورات الجديدة فقد تم منع دخول عدد من الوافدين إلى مصر بمطار القاهرة بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كوفايت نينتين وأعادتهم إلى دولهم وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تكثيفا لأعمال نظام الترصد الوبائي منذ إعلان ظهور المتحور إيميكرون وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي وبناء على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة أصغرت نتائج اختبار التسلسل الجيني أمس وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور إيميكرون ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين وتابعت وزارة الصحة طبقا لنظام الترصد فأن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور إيميكرون في أي من المطارات أو المواني وأن مصر من خلال تكثيف عمليات الترصد في نقاط الحجر الصحي بجميع نقاط الدخول بالجمهورية فضلا عن تكثيف جهدها خلال الأشهر الماضية أثناء اجتياح المتحور دلتاء للدول العالم الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تأخير ظهور المتحور دلتاء في مصر بالمقارنة بدول عديدة وتناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي كما تدعو المواطنين بدروط الإسراع في تلقي لقاح فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس هذا كان الخبر بتاعنا نارضا أرجو أن يكون مفيد لكم تابعونا لمزيد من الفيديوهات والأخبار كان معكم شريف ياسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته